نستكمل مع بعض نهاية دلة عند نقطة طيب أنا لو حبيت أجيب النهاية بتاع الدلة عند أي نقطة بقوم بالتعويض المباشر عن كل X أشيل كل X في الدلة وحط مكانها X0 اللي هي تقول إليها خلاص فيكون الناتج التعويض حاجة من 3 يأما بعد ما عوض ألاقي الناتج عدد حقيقي أي أن كان موجب سالب عدد صحيح عدد كسر أهم حاجة أنه هو عدد حقيقي في هذه الحالة بقول إيه أن الدلة Fx لها نهاية عند X0 وتسوي كام وتسوي L عايز أقول حاجة أنه لو Fx دي غيرت النقطة اللي بيجبها عندها النهاية لازم L هتتغير طيب ثانيا اللي هو ناتج التعويض ممكن يكون زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية وبنسميها كمية غير معرفة وفي الحالة بقول إن الدلة Fx لها ليس لها نهاية عند X كام عند X0 يبقى أنا بخصها بقول إن ملهاش نهاية عند X0 مش ملهاش نهاية عموما لأ لأنا بدلس عند نقطة الحالة الثالثة إن الناتج بتاعي يبقى كمية غير محددة أو كمية غير معينة يعني إيه غير محددة أو غير معينة يعني هي كمية أنا كان أنا أمعرفش كام من ضمن هذه الكيمية الغير معينة أو الغير محددة لما يطلع لي 0 على 0 بكام ما لا نهاية على ما لا نهاية ما لا نهاية على صفر صفر على ما لا نهاية ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ما لا نهاية بكام الحالة الاولانية استطاعت الحكم ان لها نهاية. في الحالة التانية قلت ليس لها نهاية. لكن الحالة التالتة دي ما اقدرش اقول ان لها نهاية او ما لهاش نهاية الا بعد اجراء خطوات اضافية. ايه الخطوات الاضافية دي? هنقولها ان شاء الله في المقطع القادم. مثال اوجد النهيات التالية. اين وجدت? وانا هنا متعمل اكتب اين وجدت ليه? لان ممكن ان هي ما تكونش موجودة. زي ثانيا. وبالتالي نبص مع بعض كده. لو قل لي لمية اتنين اكس زائد ثلاثة. لما الاكس تقول للصفر. يبقى الدالة بتاعتها اتنين اكس زائد ثلاثة. والاكس زيرو بتاعتها كام الزيرو. ويبقى اول حاجة هعملها هعمل ايه? هاشيل كل اكس واحط مكانها صفر. هيبقى اتنين في صفر زائد ثلاثة. اتنين في صفر بصفر زائد ثلاثة بتساوي ثلاثة. في الحقيقة اقول لي بقى ان الدالة اتنين اكس زائد ثلاثة. لها نهاية عند الصفر وتساوي ثلاثة. ناخد مثال تاني. دالة كسرية اكس زائد واحد على اكس زائد اتنين. عايز نهايتها لما الاكس تقترب من الواحد. يبقى اول حاجة هعملها هعوض. هاشيل كل اكس وحط واحد. هيبقى البسط واحد زائد واحد. والمقام شيل X وحط واحد واحد زياد اثنين أصبح البسط اثنين على ثاته ده عدد حقيقي؟ آه يبقى الدالة ده لها نهاية بتسوي اثنين على ثاته لما الـ X تقول لك كامل للواحد طيب limit 3X زائد اثنين على ثلاثة لما الـ X تروح لسالب اثنين على ثاته هعمل ايه؟ أيوة بالزبط كده هشيل كل X وعوض عنها بسالب اثنين على ثاته هيبقى ثلاثة بسالب اثنين على ثلاثة ثلاثة سالب اثنين يبقى الدالة دي لها نهاية بتسوي سالب اثنين على ثلاثة لما الـ مش مهم تطلع عدد صحيح مش مهم يطلع كاسر مش مهم يطلع موجب أو سالب اهم حاجة ان يطلع لي عدد حقيقي في كل الامثال دي بقول أن الدالة لها نهاية ناخد الحالة التانية إن أنا الدلة عندي 1 على x ناقص 1 بجيب نهايتها عند الواحد يبقى لما عوض هيبقى 1 على 1 ناقص 1 يبقى 1 على 0 بكام بما لا نهاية يبقى أولي أن الدلة دي ليس لها نهاية عند من؟ عند الواحد ليه قلت ليس لها نهاية؟ لأن الناتج بتاعي طلع ما لا نهاية مثال تاني limit x تربيع ناقص 5 على x ناقص 2 لما x تقول إلى 2 يبقى أنا هشيل كل x وحط 2 لما شيلنا x وحط 2 وربحة ب4 ناقص 5 2 ناقص 2 4 ناقص 5 لها ناقص 1 على 2 ناقص 2 لها 0 يبقى سالب 1 على 0 بسالب ما لا نهاية إذن هذه الدلة ليس لها نهاية عند من؟ عند الاتنين لكن عند نقطة تانية الله أعلم هيكون لها ولا ملهاش نهاية ناخد مثال آخر limit x زي 3 على 3 ناقص x لما x تقول لي كام؟ للتلاتة نعوض هيبقى 3 زي 3 في البسط وفي المقام 3 ناقص 3 يبقى البسط أصبح 6 والمقام صف عدد موجب على صف يساوي ما لا نهاية يبقى طالما النتج ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية أقول أن هذه الدلة ليس لها نهاية عند من؟ عند الثلاثة إذن كل الدوال من 4 لغاية 6 كلها أمثلة على دوال ليس لها نهاية عند النقاط الموضحة الدم ترجمة نانسي قنقر